سبحان الله حيوانات ولدت على شكل إنسان وتسبح الله أمام آلاف المسلمين معجزة كبيرة جدا ولكن فضلا لا تنسى اللايك دعم لنا والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد السلام عليكم أولا ماعز ولد بوجه بشري تقول التقارير أن هذا المعز ولد في الهند بوجه بشري وبعد الولادة كان أهل القرية يعبدونه كإله للقرية انتشرت صور ومقاطع لهذا الكائن غريب الأطوار بسرعة بعد أن تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند في البداية ترك هذا الحيوان دهولاً لأهل القرية لأن هيكل وجهه الفضيع يجعله يبدو وكأنه رجل عجوز غاضب سبحان الله الخالق ومع ذلك يقال الآن إن المخلوق سيء الحد لأنه سوف يعبد كإله في الهند اقترح الخبراء أن هذا المعز يعاني من مرض خلقي نادر حيث فشلت الجينات التي تخلق تناسقاً للوجه ثانياً ولدت بقرة غريبة أيضاً مؤخراً وكانت البقرة بعين واحدة وبدون أنف في قرية زراعية نائية في منطقة الفلبين ولد هذا العجل الذي أطلق عليه السكان المحليون كان اسم أبو عين واحدة في 28 مايو عام 2019 وقال زور مايك إن السكان مرتبكون بسبب إصابتها بالمرض قال إن البقرة الأمة كانت تأكل العشبة فقط وتعيش بحرية في المساحات المفتوحة لذلك كان تساءل لماذا يبدو طفلها مختلفاً هكذا وأضاف مايكل أن المزارع الذي يملك البقرة أمعين واحدة طلب مساعدة مكتب الزراعة بالمجلس المحلي للإطالة بعمر العجل لأنهم يعتقدوا أن ذلك سيجلب لهم الحر وكانت تشبه المسيح الدجال ولكن بسبب شكلها الغريب كان يعبدها السكان المحليون أيضاً حتى ماتت للأسف عن عمر أربعة أشهر فقط ثالثاً بقر برأسين وأربعة عيون وفمين ولدت بقرة في الصين لها أربعة عيون ورأسين وفمين وتأكل عبر الفمين ونشر صاحب البقرة الصور عبر الإنترنت وخاف أن العجل الصغير لن يعيش طويلاً وقال أنه لا يمكنه الوقوف وتابع أنه يمكن للعجل أن يشرب من كلا الفمين ويبدو أنه مستقر تماماً لكنه عاجز عن الوقوف سبحان الله الخالق رابعاً خنزير بوجه يشبه الإنسان في الصين أيضاً ولد خنزير دو وجه له ملامح تشبه كثيراً البشر وانتشر مقطع فيديو يصور الخنزير بمقاطعة في الصين يظهر رجلاً كورياً يحمل خنزيراً صغيراً ويرفعه عالياً ويعرضه أمام الكاميرا سبحان الله يخلق ما لا تعلمون خامساً عجل له وجهاً في مزرعة بالبرازيل ولد ماعز له وجهاً ما أطار دهشة وذهول المزارعين ويظهر المقطع العجل وهو بوجهه الذي يبدو أنهما مرتبطان في الجمجم ولد العجل بأربعة عيون وفمي ويظهر في الفيديو مستلقياً على الأرض وأفادت وسائل الإعلام بأن العجل ظل يتغدى يدوياً لمدة خمسة أيام بواسطة العاملين في المزرعة ثم مات بسبب اعتلال صحته سالساً الكلب يوجي هو واحد من الكلاب الذين الشهر في الفترة الأخيرة بسبب هذا الوجه الذي يشبه البشر أكثر من الكلاب حيث يوجد ما يشبه الحواجب فوق عينه ويتميز بحصوله على عيون فاتحة اللون ويمتلك شفاهاً ورضية اللون جعلت كل هذه الملامح يوجي يصدم الناس بشكله البشري كما يظهر أمامكم سبحان الله سابعاً حقق مقطع فيديو يظهر سمكة تصبح قرب سطح الماء ملايين المشاهدات في المواقع الإخبارية وقال البعض أن وجه هذه السمكة يماثل وجه الإنسان تماماً ونال الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 30 تانية أكثر من سبعة ملايين مشاهدة وقال بعض المعلقين أن وجه هذه السمكة يشبه وجه الإنسان تماماً وقال فريق متخصص في رسل المعلومات المفبركة عبر الإنترنت أن الفيديو حقيقياً وليس مزيفاً كما قال البعض ولفت إلى أن السمكة حقيقية وتمتمي إلى فصيلة أسماء القرب ثامناً أنجبت ماعز في قرية في الفلبين كائناً غريب الشكل نصف إنسان ونصف خنزير ما أدى إلى اعتقاد السكان بأنه لغنة وحلت عليهم وكان لون المولود أبيضاً شاحباً وغير مكتمل ما دفع السكان للاعتقاد بأن المولود هو شيطان متحول الملعون وسيجلب الحد السيء لهم تاسعاً خروف بلا أرجل تذاول الرواد المقطع فيديو يظهر خروفاً صغيراً مولوداً بلا أرجل في أحد المزارع بمنطقة حائل شمال السعودية وأظهر المقطع صاحب حضيرة الأغنام يحمل الخروف الصغير وهو بحالة جيدة إلا أنه بلا أرجل وقال صاحب الحضيرة أن الخروف لدي بهذا الشكل ويتنفس بطريقة طبيعية تماماً ويرضع من أمه سبحان الله عاشراً الأسد وكما هو معروف عن الأسد أنه ملك الغابة ومن الحيوانات المفترسة في هذا المقطع الأسد يردد كلمة الله لأكثر من مرة 11 عاشراً لن تصدق أن الديك الذي يصيح كل صباح قد يخرج منه هذا الصوت اسمعوا بأنفسكم وحكموا كل من شاهد هذا الفيديو انصدم وشاركه الكثيرون على شبكات التواصل الاشتماعي اثنى عشر صاحبة القطة بينما كانت تغسله بهم رددت القطة كلمة الله 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 13 هذه البقرة عند لحظة دبحها تتكلم وتقول الله والجزار يرفض أن يدبحها ولكن في نهاية الفيديو وقعت الصدمة سبحان الله وفي هذا المقطع مشهد غريب لبقرة وهي تكرر اسم الله 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 شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به ومشاركته والشراك بالقناة ولا تنسوا أن تشاركون في التعليقات إن سبق وأن صادفتم مخلوقات غريبة ولدت بأشكال مختلفة سبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين واللهم صلي على محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلا آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلا إلى إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد شكرا